بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معكم الأستاذ محمد بطاينم ودرس مادة الأحياء أهلا وسهلا فيكم يا جماعة وخلينا أنا وإياكم نروح على آخر خطوة لحصولنا على الميتين الميتين إن شاء الله وهي خطوة المكثف يا أستاذ العزيز حبيت أحكي لكم يا جماعة كمان مرة أني أنا أفخر فيكم ظل هاي الخطوة بس هو عبارة عن شهر وأنا حطيت لكم يا جماعة فيه بريكات وشفتوا أنتوا أكيد الخطة رح نلتزم بالخطة يا أستاذ العزيز من بداية الشهر لنهاية الشهر إن شاء الله ضروري جدا تلتزم بالخطة علشان أنت توصل واحد ستة إن شاء الله متقن بإذن الله مادة الأحياء وضامن عشرين معدل من أصل مية وبيضل عندك المواد الثانية برضو تضبط فيهم أمورك وأهلا وسهلا فيك في معدل بإذن الله فوق التسعين فأستاذ الغالي خلينا نحكي بسم الله بدون مقدماته وبكل عادي أنا بحكي لك كوب القهوة كاس المي وسماعاتك وتعال خلينا نغوص في بحر العلم هاي المرة يا أستاذ العزيز تحكي لك يا بصرع لأنه إحنا ضمن مكثف بدي أحاول أشرح لك كل المادة بأقصر وقت ممكن نركز إنه أنا عندي كل المادة تمام؟ وما بدي كثير أروح على الوايت بورد وبس أنا بدي أحكي شوية معلومات هسا بتعرفوا يا أستاذ العزيز أن أنا بالحصص الواقعية كنت أفصل حرفيا كل حركة موجودة بالمادة أنا رح أشرح المادة كليتها وما رح أفصل لو بدي أفصل بدي كمان سنة فعلى هذا الأساس يا أستاذ العزيز بدي أحكي لك كل المعلومات المعلومات هاي يا أستاذ العزيز ركز معي فيها وفهمها زي ما أنا معطيك إياها وبإذن الله رح تنجز مادة الأحياء كليتها بأقصر وقت ممكن إن شاء الله فعلى هذا الأساس يا جماعة اربطوا الأحزمة وخلينا نحكي بسم الله بس أذكركم أنه الدرس الأول عندي بالوحدة الأولى كان اسم المركبات العضوية الحيوية والمركبات العضوية الحيوية هي عبارة عن أربع أنواع كاربوهيدرات بروتينات الليبيدات وحموض نووية بحصة اليوم رح نأخذ الكاربوهيدرات بالإضافة إلى الليبيدات لأنهما ظل اثنين مع بعض نفس حجم حصة جاية اللي هي البروتينات والحموض النووية بحصتين من يكون إن شاء الله خلصنا الدرس الأول تعالي يا أستاذ العزيز خلينا أبلش أنا وياكم في الدوسيو زي ما حكيت لكم مش كثير رح أروح أنا وياكم على الوايت بورد ونشوف ونحل ونفصل كلياته من ضمن يا أستاذ العزيز رسمات الكتاب علشان ننجز المادة لأنه تتعرفوا ما ظل معنا هو معنا وقت أوكي ما بديك تتوتروا بس ما معنا وقت لأشياء جانبية ديليا غوالي ديليا إن شاء الله وحكيت لكم كل هذا الإشي يا أستاذ العزيز في مقدمة المكثف لي الخطة أول إشي يا جماعة عجب لي معلومة هاي المعلومة يعني مش كثير مهم وهي في مقدمة الكتاب وحكي لك إن المركبات العضوية الحيوية كلية أنا إيش بستفيد منها وحكيت لك يا أستاذ العزيز إن المركبات العضوية الحيوية هي ضرورية لإشي اسمه التفاعلات الكيميائية التفاعلات الكيميائية طلاب العلمي رح يغضوها بالدرس الثالث من الوحدة الأولى اللي هما البناء الضوي والتنفس الخلوي فهون يا أستاذ العزيز هاي التفاعلات الكيميائية إذا متذكر كان ينتج من هذه التفاعلات تغيرات في المادة رح تتغير المادة اللي أنت نفاعلها وبالإضافة رح تعطيك أنت طاقة وهي الأمور يا أستاذ العزيز رح أرجع أذكرك فيها أنا في الدرس الثالث فحاليا أنت إنسا ليها وبرضو تسهم إسهاما فعلا في العمليات الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة اللازمة لاستمرار الحياة علشان أنت يصير عندك طاقة كل يوم تقدر أنت تحرق مثلا لقلوكوج وظلك عايش ظلك قادر تركز ظلك أنت قادر تحكي فهذا كل ياتي يا أستاذ العزيز بوساطة إيش اسمه المركبات العضوية الحيوية والهو درسنا لليوم إيش يعني مركبات عضوية حيوية أنت ترى مرحلة مكثلة ومرحلة مراجعة أكيد بالكيمية عرفت وحدة العضوية كان اسمها المركبات العضوية بس بالأحياء اسمها المركبات العضوية الحيوية فعلى هذا الأساس يا أستاذ العزيز اللي أنا أريد وصل لك إياه كثير مهم المركبات العضوية إيش كيمية المركبات العضوية الحيوية أحياء كلمة حيوية ضافت لي أنا لمسة الأحياء فأستاذ العزيز المركبات العضوية الحيوية علشان تحكي هذو مركب عضوي حيوي لازم يكون فيه عنصرين أساسيات اللي هما الكربون و الهايدروجين أما المركب العضوي اللي بالكيميا بس كربون أي مركب كيميائي فيه كربون بس مركب عضوي فيه كربون بالإضافة إلى الهايدروجين فهو مركب عضوي حيوي والمركبات العضوية الحيوية هم عبارة عن أربع أنواع كCarboHyd Collect, Protome, LL, Farized كلSE كل ياتب هذو الأربع فيهم كربون وهيدروجين كربون وهيدروجين كربون وهيدروجين كربون وهيدروجين لكن كل مركب الى عنصر زيادة هذا العنصر الزيادة بيميز كل مركب عن الثاني اغشي شك اشي الكربوهيدرات فيها كربون وهيدروجين اكيد اساسية بالاضافة الى الاكسجين هذا الاكسجين بيميز لي الكربوهيدرات عن مثلا عن الليبيدات على سبيل مثلا اوكي استاذ العزيز فاحنا هاي فكرتنا بشكل عام للدرس جدا مهم نتعمق انا بياكم اليوم بالكربوهيدرات بالاضافة الى الليبيدات استاذ العزيز تحتوي اتسامي كانت حياء على اربع انواع من المركبات العضوية الحيوية اللي هما بشكل عام مين هما اللي هما الكربوهيدرات البروتينات الليبيدات والحموض النووية وانت كطالب بتراجع اكيد عارف انه هذا الكربوهيدرات كان لجماعة سكر متعدد لكلايكوجين شوف انا كيف رح اجي اصير اذكرك واراجعك انت اشياء سامع فيها انا ما بدرسك لو بلشت انا بحصة ما رح كلك زي بس انت سامع شو هو وهذا الانوياك بدنا ندرس اليوم بدنا نحدده بالاضافة الى البروتينات بتذكرين الجماعة اللي هو الفة وما الفة طلعوا كيف سلسلة الفة الليبيدات يا استاذ الغشاء اللي بلازم يطلعوا الرأس بالذيلين لقبال بعض هاي جماعة كانت الليبيدات المفسفرة اليوم انوياك بندرس الكربوهيدرات والليبيدات بالاضافة الى الحموض النووية اليوم انت شايفو من عندك لي هو الراเปقولوني اناK والروابط الاستر في فتحينيا الموضوع و fim نراجع يا استاذي کلياتهم فيهم روابط اسمها روابط تساهمية لكن التساهمية انواع التساهمية لها فروع اذا كانت تساهمية gliكوسيدية بدكون عد الكربوهيدرات تساهمية بيبتيدية عد البروتينات تساهمية استرية عد الليبيدات تساهمية فوسفايا ثنائية الاستر هاي يا استاذ العزيز عند الحموض النووية اذا انت طالب اول مرة بتدرس الاحياء انت صافن ايش هاي الاسماء ارجوك سامحني انا بدنا ننجز المادة فانت شوي رح تتعب الزيادة وهذا المنطق لانك انت جاي بالاخير فاستاذ العزيز هل في امل والله العظيم في امل جدا ممتاز بس كل اللي عليك انك شوي تتعب لك حبتين زيادة غير عن الطلاب اللي درسي المادة بالاساس لما هم بحكولي اوكي بعرف 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 اوكي بس انت طالبي اللي مش درس مادة بداك حبتين شوي تتعب زيادة فاستاذ الغالي خلي انا اكمل تحتوي اتسامك انت حيي جميع على ذرات عناصر هاي الذرات عناصر يا استاذ العزيز زي الهايدروجين ومين والكربون الهايدروجين ومين والكربون هذول هم الاساسيات احطط لك ايهم انا في الغامق اما الباقيين الاكسجين النيتروجين الكاليسون والفسفار اوكي موجودات جوا جسمنا لكن هل هما اساسيات للمركبات العضوية الحيوية الايجابة لا زي الكربوهايدرات مثلا ما فيها نيتروجين فاهمين كيف علي بس انا بهمني تعرف ان الهايدروجين والكربون هم الاساسيات الباقيات هم زيادة فالكربون شو شو تعريفه هو العنصر اساسي ركز ركز حكالك كربون مش كربون وهيدروجين ما بقدر احكي مركب عضوي حيوي مركب عضوي فقط كيميا فالكربون هو العنصر اساسي الذي يدخل فيه تركيب المركبات العضوية ركز حكا لك مركب عضوي مش مركب عضوي حيوي المركبات العضوية الحيوية ضاف للمسة الأحياء فهنا صار عندك كربون بالإضافة إلى الهيدروجين وهي استاذ المركبات العضوية تبتخذها بالكيميا لكن هاي الأشياء الكيميائية موجودة جوة جسمنا مثال عليها كرباهيدرات بروتينات لبيدات حموض نووي إذن هي مركبات كيميائية توجد في أجسام الكائنات الحية ويدخل في تركيبها بصورة أساسية الكربون والهيدروجين ويدخل في تركيب بعضها أيضا ذرات عناصر أخرى زي النايتروجين والأكسجين هي شغلات أخرى مش أساسية فهمين كيف عليه وحكينا يا أستاذ العزيز أنه ترتب الظرات الكربون في المركبات العضوية الحيوية بروابط تساهمية وهاي التساهمية أستاذي عدلت على الدسيت أنا 2007 وحطت لهم أنه التساهمية هنا حطت لهم هيك زي أسهم وحكيت لهم أنه شو أنواع الروابط التساهمية عشان يكتبوهم معي من هسا أكتب معي كاربوهيدرات عفوا غلايكوسيدية بيبتيدية إسترية فوسفاتية ثنائية الإستر وأكتب لي عند الغلايكوسيدية إنها للكاربوهيدرات أكتب لي عند البيبتيدية إنها للبروتينات وأكتب لي عند الإسترية إنها للليبيدات وأكتب لي عند الفوسفاتية ثنائية الإستر إنها للحموض النووية أستاذ الغالي بلشنا أنه يقفل كاربوهيدرات العناصر الأساسية كربون والهيدروجين وأنا مغمض عيوني بس بدي أضيف عليهم أكسجين وعشان تحفظهم يا أستاذ العزيز بالسهولة الكارب بتعطيك كربون الأو بتعطيك أكسجين الهايدريت بتعطيك هيدروجين أو أنا عشان أصلا أكون يعني دقيق الكاربون من الكربون الهايدريت يعني هي الأشتو أو فإلمهم بيصفي أنت عندك بالنهاية أشتو أو كربون فخلص أحفظهم بهذه الطريقة الكارب كربون الأو أكسجين والهايدريت هيدروجين والأو يا غالي ترهيي لزيادة هي الدخيلة علينا الكربون والهيدروجي وأنا بغمض العيوني لأنها مركب عضوي حيوي الكربوهيدراتي أغول هي عبارة عن ثلاث أنواع بصنفهم حسب عدد الوحدات إذا كانت وحدة واحدة ولا وحدتين ولا ثلاث وحدات وأكثر شو يعني هذا الحكي؟ يعني أنت تخيل حالك بتعرف اللبلوكة تعييت البناء إذا كانت اللبلوكة واحدة فهاي سكر أحادي إذا كان اللبلوكة مع اللبلوكة حاط بينتهم إسمنت والإسمنت أنا ما بقصد إسمنت بقصد إش يربط الوحدتين هي الرابطة السهوية لقلايكوسيدية اللي حكيتها قبل شوي هون صار عندك سكر ثنائي إذا جبت أنت ثلاث بلوكات وأكثر ثلاث أربعة خمسة ستة إلى آخره صار عندك يا أستاذ الغالي سكر متعدد أوكي يا غالي أوكي فأنت عندك ثلاث أنواع من السكريات أحدية وثنائية ومتعددة تمام؟ والأحدية وحدة واحدة الثنائية وحدتين وبينتهم رابطة هي الإسمنت عشان تربط بين الوحدتين هون أنا عندي ثلاث وحدات وأكثر ثلاث أربعة خمسة مليار اللي بدك يا يا أستاذ العزيز ديل يا جماعة ديل الروابط اللي بتربط بين الوحدات بين السكريات الأحادية يعني ترى ها السكر أحادي وها السكر أحادي أحادي مع أحادي صار عندي ثنائي أحادي 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 إذا بتشوف ثلاث أحاديات وأكثر صار عندك سكر متعدد إذا شفت واحدة واحدة وسكر ما له؟ سكر أحادي هون行了 سورو سكريات أورو جلوكوز sealed it's a secret بالإضافة عن السكرات الثنائية السكرات الثنائية سلم سلم السكروز اللام لاكتوز الميم مالتوز هسا بو ارجيكو اياهم لازم تحفظوهم طيب السكرية المتعددة عندك اربع سكرية غلايكوجين وعندك السيليلوز وعندك انت يا استاذ العزيز سكر جدا مهم يا استاذ واللي هو اعطيكهم عالترتيب أميلوز أميلوبيكتين غلايكوجين سيليلوز هس انا وياك كل ياتهم رح ارتبهم بالتفصيل بس انا حكيت لك اساميهم لانه انت المفروض درس المادة وعارف هاي الامور تحكي ليه مشي اوكي حافظهم تمام تمام ان شاء الله فالسكرات الاحذية عليها امثلة غلوكوز غالكتوز فريكتوز رايبوز وهو طبعا اكيد ابسط انواع الكاربوهيدرات وطبعا هاي المعلومة يا استاذ العزيز واضحة جدا انه لو انت جبت كاس مايها سو حاطت فيه سكر هاذو السكر راح يذوب ولا مش راح يذوب راح يذوب اذا يا استاذ العزيز السكر محب للماء لانه محب للماء فذاب في الماء فتذوب في الماء بسهولة ليش لانها من المواد المحبة للماء تمام ايام ما بلتنا بالماء دي كنت افهمكوش يعني محب للماء وبرك كهرو سلبي وكذا وكنا ماخذين راحتنا السائحنا بدنا ننجز ونجي مئتين مئتين ان شاء الله بأسهل الطرق وهذا يا استاذ العزيز هاي المعلومة واضحة بالله عليك هل انت بتقدر تعمل سكر ثنائي بدون احادي لا لان بدك احادي وحادي عشان صير ثنائي طب هل انت بتقدر تعمل سكر متعدد برضو بدون احادي لا بدك احادي 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 وزيد صح فالسكر الاحادي هو اساس لباقي السكريات فحكى لك يعد هذا النوع من السكريات هو وحدات بنائية شان وحدات بنائية يعني هي البلوكة البناء اللي انت بدك تشتغل عليه عشان تعمل ثانوي بدك احادي وعشان تعمل متعدد بدك احادي لأنواع الكربوهيدرات الأخرى الأخرى يا أستاذ المقصود فيها الثنائية والمتعددة أيوة وعندي أنا صح أنا عندي كربون وهيدروجين وأكسجين في السكر هنا بالسكر الأحادي يا أستاذ العزيز مطلوب منك تعرف قداش عدد الكربون وقداش عدد الأكسجين وقداش عدد الهيدروجين على قانون واحد هذا القانون يا غالي كالآتي ها ركز معي ركز معي بدي أرسمه كثير مهم هو كلهم 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 وهو يا أستاذ عدد الكربون هو عدد منya هو? عدد الكربون ركز n هي عدد الكربون وللن هي عدد متغير وركز كلياتهم Personen يعني الان هاي رح مز LEAalis رح مزر مزر رح مزر 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 رح المزر مزر فبصر عندك كأنه كأنه cn h ركز معي أنت عندك بالأساس اتوق 2-A و يعني لو كانت سؤال كتغير عدد الكربون خمسة عوض بدل Rhod 5 فصر عندك c خمسة اه اه اثنين بخمسة عشرة فسي خمسة اه عشرة او خمسة فاهمين علي فاذا بتلاحظ من السكر وحد من يقدر نستنتج استنتاجات ممكن نجيب لك ايهم انه عدد الكربون وعدد الاكسجين متساويات لازم اذا هون عندك مليار هون عندك مليار طبعا فيش مليار اذا انت فهمين المبدأ اذا عندك هون يا استاذ العزيز مثلا خلينا نكون منطقيين مثلا خمسة او اقول لك مثلا ستة فاذا عندك هون ستة هاي ضعفة اثناش ستة فدائما عدد الهيدروجين هو اثنين ضرب عدد الكربون او اثنين ضرب عدد الاكسجين ديل يا اسطورتي ديل هاي الاسئلة الحسابية اللي انذكرت كثير انتو حكيتولي عن الاسئلة الحسابية استاذ اشرح لنا الاسئلة الحسابية استاذ العزيز انا اللي بشرحه هو المطلوب من المادة واللي انت بترح بتجيب باذن الله فل وانت مرتاح لانه الاسئلة الوزارية بتيجي من الكتاب يعني ما بفي افكار من الكتاب بس بالمكثف اخر حصة ان شاء الله بالمكثف لما يحل اسئلة على الدرس الاول رح اتطرق لموضوع حسابات بس بشرط واحد نكون من تفقين انه هو بس للتأكيد لا اكثر ولا اقل بس عشان انت تكون متطمن اوكي يا غالي اوكي ان شاء الله طيب فصيغتها العامة او الصيغة بسميها الصيغة العامة يعني القانون اللي بيجمع كل السكرات الاحدي يكالاتي سي اشتو او كلهم باي ان حيث ان عدد ذرات الكربون في السكر الاحادي وحكينا عدد الهيدروجين هو ضعف عدد الكربون فتنظر بعد الكربون وعدد الكربون يساوي عدد الاكسجين طيب هون عندي سؤال بحكي لك تكون سكر الاحدي اللي هو الرايبوز احنا قلنا غل زياركوز جلاكتوز افليكتوز رايبوز اكيد سكر احادي يعني ممكن نجيب لك يتكون السكر الرايبوز انت الرايبوز لازم تكون حارفة ان احادي هل اصعبه؟ اسمع عندي وهو اكمي richtige حالكم نوع التمع على Burma تقوم د 너 besoin او د Ryan's Murphy عام قام لك فعلى هذا الاساس when you talk to me وباس bel in 2021 من 10 ذرات هيدروجين شوف المعطا المعطين هي 10 هيدروجين انت كطالب فهم رح تجي تحكي لي 10 هيدروجين طبما انت حكيت لي سكارة الثنائية هيدروجين هو ضعف عدد الكربون يعني 2 ضرب عدد الكربون يساوي عدد ذرات الهيدروجين اللي هو 10 فهسا انت رياضين اقسم هون على 2 عدد الكربون رح اصل عندك كم؟ رح اصل عندك 5 فاذن انت عدد الكربون لديك 2 و 5 وقلت لك N هي نفس عدد ذرات الكربون فصارت أنت يا أستاذ العزيز ما تبتحف أن السكر الأحادي قاعدته العامة C, H2, O كلهم B, N طب إذا N يا أستاذ العزيز أنت درات كفانو اللي هي خمسة فصار أنت عندك يا أستاذ العزيز هاي الآن رح توزعه هون رح توزعه هون رح توزعه هون فصار عندك C, 5 H, 2, 5 10, O, 5 وها هي صيغة جزيئية صيغة جزيئية لمين لسكر ريبوات بس عشان أدكون أدق في عندك إش اسمه صيغة عامة وصيغة جزيئية الصيغة العامة اللي هو القانون العام اللي هو C, H2, O كلهم B, N بس أما الصيغة الجزيئية الخاصة بكل سكر أوكي عادي أحطي غشي شي هيك بسيطة إحنا عندنا غلوكوز غالكتوز فريكتوز ريبوز الغلوكوز والغالكتوز والفريكتوز هذال الثلاث كل ياتهم نفس الصيغة الجزيئية C, 6, H, 12, O, 6 هذال الثلاث آخر واحد اللي هو الريبوز هو لحاله C, 5, H, 10, O, 5 هو لحاله الريبوز هذا بس لحاله C, 5, H, 10, O, 5 أما بقيت السكرية الأحدية C, 6, H, 12, O, 6 فكم عدد ذرات الكربون بهذا السكر خمسة عدد ذرات الأكسجين خمسة طب عدد ذرات الهيدروجين آه ما أعطينيها مأصن بالماء طب شا حيز أني عنها هون حكاب لك أكتب الصيغة العامة لهذا السكر أو الصيغة الجزائية لهذا السكر الأدق أنك تيجي تكتب C, 5, H, 10, O, 5 تمام هون حكالك لهذا السكر لهذا السكر يعني كأنه بقصد الجزائية ديل يا جماعة ديل فأنا عندي خمسة بخمسة و C, 5, H, 10, O, 5 السؤال الثاني بحكيلي ما صيغة جزائية ها ركز صيغة جزائية عن الخاصة بس بسكر بسكر أحادي هذا السكر طوات أطول ليش؟ لأنه كان معطيك الهيدروجين من الهيدروجين روح طلعت الكربون والكربون نفسه نطب هون معطيك كربون مباشرة سبعة يعني معطيك أن مباشرة فصار أنت عندك كالآتي اللي هي طلع ما أنت تعرف C, H, 2, O كلهم باي أن يعني كأنه بحكي لك C, H, 2, O كلهم باي سبعة والسبعة هي وزع هون وزع هون وزع هون فبصير عندك أنت يقصد C, 7 H, 14 أو 7 وهي الصيغة الجزئية لهذا السكر بسألك عن عدد الكربون أو الهيدروجين أو الأكسجين بتقدر تجاوب عليهم بكل بساطة واجه عليهم سؤال لألفين وخمسة نظامي وطلاب المهني على ما أذكر طيب هسا يا أستاذ العزيز بالدياق بتكون عارف إشي إنه إحنا منعبر عن السكر بطريقتين يا إما إشي بسميه صيغة جزئية بالشكل اللي إحنا شفناه بس في إشي اسمه صيغة بنائية وبكل بساطة بتيجي تحكيل طب شو ما إليش إليها داعي إليش نتغلب زيادة أفعنا بأجي بحكي لك إنت منطقيا نحطها لك بدل العلماء الجلوكوز والقالكتوز والفريكتوز هذول الثلاث سكرية طلعوا كل ياتهم C6 H12O6 باللعلة منطقيا كيف حتميز بناتهم مش راح أقدر أميز بناتهم بالصيغة الجزئية فبلجة لقي شي اسمه صيغة بنائية صيغة بنائية اللي هو شكل السكر وكل سكر إلي شكل فعهذا الأساس بقدر أميز بناتهم فتكون الصيغة البنائية ترى الشكل السكر إليه شكلين يا إما شكل حلقي شكل السكر يا إما بتشوفه بشكل حلقي أو بتشوفه بشكل سلسلة مفتوحة يعني الحلقة نفسها إنه أنا قصيتها إنت عندك حلقة دويرا روحت إنت قصيت الحلقة فارطت فصار عندك شكل سلسلة مفتوحة فركز معي حكينا تكون الصيغة البنائية للسكر الأحادي على شكل حلقي أو سلسلة مفتوحة والسلسلة مفتوحة طبعا غير متفرعة لأنه بينها هي واحدة واحدة فأكيد ما عليها هاش تفرعات طيب كثير مهم تعرف تميز بناتهم غلوكوز وعندك فريكتوز وعندك يا أستاذ العزيز غالكتوز عادي أنا وياك نروح رغم إنه هذول الثلاث كليات مع فكرة كلهم C6, H2O6 خليني أنا وياك نميز أول إشي الأشكالي الحلقي شو رايك خليه للسلسلة المفتوحة على جنب يعني إنت لو أجاك شكل حلقي بدك تعرف هاذا غلوكوز ولا غالكتوز ولا فريكتوز أول إشي يا أستاذ العزيز عندي ربطة جدا سهلة واللي هي بنسبة للفريكتوز الفريكتوز يا أستاذ عزيز شو أول حرفية F والف بتذكرنا رقم 5 و5 يعني خمسة يعني الحلقة شكلها خماسي بس خلصنا إذا أنت لقيت أجاك سؤال زي هيك فيه حلقة والحلقة لقيتها خماسية 1 2 3 4 5 هاي حلقة خماسية شكل حلقي لمن؟ للفريكتوز لأنه عندك هنا F واللي هي F خلصنا هسا بالنسبة للقلوكوز والقالكتوز للقلوكوز والقالكتوز هذول يا أستاذ العزيز حلقات سوداسية وبعدها مع للقلوكوز والقالكتوز غير أنهم بالإسم بيخربطوا وكمان بالصيغة الجزائية وكمان بالشكل الحلقي بس أنا عندكم يا أستاذي تعال خليني أخليك تمييز بناتهم سهولة بكل بساطة يا غالي لو أنا سألتك سؤال الغلوكوز والقالكتوز شكل حلقي سوداسي أوكي؟ أوكي من التفقين الفكرة وين يا أستاذي؟ أنه أنت بكل بساطة اللي بيميز لبناتهم الكربون رقم أربعة شو يعني كربون رقم أربعة؟ طبعا فكرة أنا في عندي ترقيمة 1 2 3 4 ببلش من هنا الترقيم بنزل هيك 2 3 4 هاي الكربونة الغالية هي رح تمييز لبناتهم ليش تعال؟ 1 2 3 4 أنا عندي قاعدة يا أستاذي عزيزة الله بأكيد منذكرينها اللي هم اتجاه الأواتش بتروح بتشوف اتجاه الأواتش اتجاه الأواتش أفضل يا هيك يمين تحت غلوكوز يمين تحت غلوكوز يمين تحت غلوكوز هين أنا بطيك هون إياهم تحت طلع إذا كانها للتمييز بين الغلوكوز وقالكتوز في الصيغة البنائية بروح على الكربونة رقم أربعة بتطلع على اتجاه مين؟ لكي يمين ويسار هاي بتهمني بالسلسلة المفتوحة احنا هسا بنحل مشكلة السلسلة الشكل الحلقي قلنا يمين تحت غلوكوز يسار فوق غلوكوز اذا فوق هيا طلع كيف اذا بدي يجيك حلقة ولقوات فوق اذا هي غلوكوز هيا فيها الف فالالف هيك انها لفوق احفظها هي غلوكوز طيب هاي بالنسبة لليمين وتحت ديل ديل اذا انا ميزت بالشكل الحلقي اذا اجاك سداسي يا غلوكوز يا غلوكوز بتطلع تجاه الأوت يمين اه اعفوا اذا تحت بكون غلوكوز اذا كان فوق غلوكوز طيب اذا اجاك شكل حلقي خماسي على طول اف فاي فريكتوز طيب اذا اجاك يا استاذ العزيز سلسلة مفتوحة اه كيفنا نميز بيناتهم هون بديك تركز معي اللي رح يحدد لي اول اشي شوفوا الفريكتوز دائما نميز حاله بالشكل الحلقي بالسلسلة مفتوحة بالشكل الحلقي يا استاذ العزيز حلقة خماسية بالسلسلة مفتوحة انا بروح بس بطلع على الشكل هذو اللي هو سي دبل بوند او سي رابطين او اكيد بالعضوية انت شفتوا هذو الشكل سي رابطين او كل بساطة يا استاذ العزيز شوف شكل الفريكتوز روحلي على الكربونة رقم اثنين بتلاقيه هذو اما يا استاذ العزيز لغلوكوز والقالكتوز لانه كثير بيحبوا بعض بالاسم وكل اشي حتى بكل اشي بظنوا يمشتركوا على الكربونة رقم واحد عندي سي دبل بوند او وعالكربونة رقم واحد عندي سي دبل بوند او سي رابطين او دبل بوند او يعني الرابطين مع او استاذ العزيز بكل بساطة اذا اجلك السي دبل بوند او على الرابطة رقم اثنين هذو فريكتوز بكل بساطة بروح انا على واحد بشوف واحد اه اذا انا اجاني سلسلة مفتوحة والسي دبل بوند او على الكربونة رقم واحد كمان الكربون رقم أربعة رح تميزي بناتهم عشان هيك أنا قلت لك يمين تحت غلوكوز هسا تحت فوق موضوع الحلقي هسا بظل عندي يمين ويسار إذا كانت على اليمين بدي يكون غلوكوز ضلع واحد اتجاه الأوش إلى اليمين روح لي هون ضلع كيف الأوش على اليسار هيك بكون ميزت بينهم كلياتهم جدا مهم حيجيك سؤال بالوزارة يحط لك واحد منهم وغالبا رح يجي السؤال على السلاسل المفتوحة ممكن يجيب لك هاي وقل لك شو اسم هاد السكر دير بالك لقيت السيدة بالمندو وعلى الكربون رقم اثنين إذا على الطول أنت قاعد تتحدث عن مين قاعد تتحدث عن الفريكتوز تمام تمام وهاي ملاحظات احنا حكيناهم ممكن يكون أكثر من سكر انهم نفس الصيغة الجزائية زي هذولا وقلنا الفريكتوز عفكرة صيغته جزائية لكن شكله حلقة خماسية لأنه في يؤث تمام تمام هوي الصيغة وحكينا بنائي وعامة والبنائية نوعين حلقة والسلسل المفتوحة والعامة عندك هذا الشكل اللي هي نفس الجزائية ديل يا غوالي ديل تعالوا خلينا نروح نوياكوا على السكريات الثنائية هسه صورنا عند السكريات الثنائية السكريات الثنائية أستاذ أنا حكيت لك أنهم وحدتين وهذولا السكريات الثنائية بدمجهم بكلمة اللي هي سلم تمام دائما خلص سكر ثنائي سلم الأس بتعطيك سكروز اللام لاكتوز الميم مالتوز هناك كان عندي غلوكوز 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 ترى كل اسم إلو دلعة كل اسم إلو اسم ثاني السكروز يا أستاذ العزيز على فكرة بسموه سكر الطعام أو سكر المائدة السكر اللي احنا مشوفه بالمطبخ اللاكتوز سكر الحليب تمام والمالتوز سكر الشعير فممكن نجيب لك إياهم بالصيختين ندير بالك سكروز سكر المائدة اللاكتوز سكر الحليب والمالتوز سكر الشعير جداً مهم يا أستاذي تعرفون ويتكون من كم وحدة طبعاً من وحدتين من السكرة الأحدية وهذون يرتبطان معاً بروابط التساهمية لكن ركز هاي أول شرط صح التساهمية صح بس لسه ما خلصت الإجابة في عندي كلمة بعد التساهمية بتهمني اللي هي يا أستاذي العزيز تساهمية سطورة تمام تمام بتياك تعرف كثير إشي مهم يا أستاذي العزيز بكل بساطة أنت عندك هناك سكر أحادي وهنا سكر أحادي عشان أفهمك إيها أنت عندك هناك سكر أحادي وهنا سكر أحادي عشان تعمل بيناتهم رابطة غلايكوسيدية أستاذي عندك شرط واحد لازم تنزع جزيء ماء لازم تخسر أشتو أو علشان يصير بيناتهم رابطة يعني هاي الرابطة يا أستاذي هاي الرابطة هاي الرابطة عشان أنت تعملها بين السكر الأحادي والسكر الأحادي هذا هاي الرابطة اسمها رابطة غلايكوسيدية بتعملها نتيجة نزع جزيء الماء مستحيل تقدر تعمل رابطة إلا بنزع جزيء ما فإنت أخسر أشتؤه علشان تعمل رابطة غليكوسيدية أوكي يا جماعة طب كيف بدي أخسر أشتؤه تعال شوف هذا الشكل فحكينا هون نرتبط عن طريق ركز إنه نزع جزيء الماء عفكرة عكس إني أخسر جزيء ما عكس نزع جزيء ما إني أضيف جزيء ما وطلاب القطاعات بتذكروا في جزئية في درس الإنزيمات رح نقصها إن شاء الله بخصوص هذا الموضوع إذا بضيف ماء تتكسر الرابطة إذا بشيل الماء بحذف الماء تتكون الرابطة فأنت أعرفها نزع ماء تكوين رابطة إضافة ماء تحطيم رابطة أوكي جماعة أوكي تعالوا شوفوا هذا الشكل إحنا يا أستاذ العزيز بدي أحكي لك إشي هسأ أكيد أكيد السكر يعتضلوا ثنائيات هما بتكون من أحادي وأحادي الأحادي الثابت فيهم هو غلوكوز دائما أنا عندي هنا جدا 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 مهم تعرف إنه سكر السكروز اللي هو سكر المائدة هو عبارة عن غلوكوز زائد سكروز كثير مهم تعرف إنه هو غلوكوز زائد عفوا غلوكوز وفريكتوز سكر السكروز هو عبارة عن غلوكوز بالإضافة إلى الفريكتوز يحفظوها سيهيك هو الغلوكوز ثابت الفريكتوز لأني أنا بدي أفرك سكر الطعام فبحتاج فريكتوز فيهيك يحفظوها هون السكروز عندك غلوكوز بالإضافة إلى الفلكتوز اللاكتوز يا أستاذ العزيز السكر للحليب ويحفظ أنه سكر حليب غالي فراح يغضل غلا يعني غلوكوز مو ثابته مع الغلا مين الغلا؟ اللي هو الغلاكتوز المالتوز هو سكر شعير هو البيسيك والأساسي والسهل جدا هو دبل غلوكوز مالتوز دبل غلوكوز يعني غلوكوز مع غلوكوز طبعا كل ياتم حكيتم فيه مرابطة غلوكوزيدية تم إنشاه نتيجة نزع جزيء الماء فهون يا أستاذ أنت عندك هون غلوكوز هون عندك غلوكوز طب كيف عرفت أنه غلوكوزي السادي شوف الكربونة رقم أربعة تجاه الأوش لا تحت وهون كربونة رقم أربعة تجاه الأوش لا تحت لأنا حلقة سلاسية عشان أنت محتار يا غلوكوز يا غالاكتوز شوف كيف اتجاه الأوش لا تحت فهاي غلوكوز وغلوكوز لما أنا أنزع أشت أو بأخذ من هون أتش من كربونة رقم أربعة أج ومن كربونة رقم واحد من سكر الثانوي أو سكر الثاني أو أج فأو أج من هنا وأج من هنا أو أج مع أج يا أستاذ العزيز صارت أج تو أو فبتشيلهم بتطرحهم بره فبصير عندك أنت نقص جزيء الماء أج تو أو فهي الأج تو أو بتروح بعمل هون رابطك ولي هو يا أستاذ العزيز اسمه سكر المالتوز لأنه المالتوز أنا حكيت لك يا أستاذ اللي هو نفسه سكر الشعير ولي هو بايسيك دبل غلوكوز ديل يا جماعة ديل إن شاء الله طيب هسا أنت عندك يا أستاذ العزيز هون حلقة سوداسية فيا غلوكوز يا غلوكوز بروح بشوف الكربونة رقم أربعة على تحت إذن غلوكوز طب هون عندي حلقة وهي أجت بزارة 2005 نظامي علمي هون عندك حلقة خماسية F5 فريكتوز غلوكوز مع فريكتوز من السكر اللي تفرقه سكر المائدة فأنت عندك السكروز اللي هو سكر المائدة تعال يا أستاذ العزيز حلقة سوداسية ما حلقة سوداسية هون يا أستاذ العزيز تعال شوف هاي طلع هون كربونة رقم أربعة تجاه الأوش لفوق ففيها قلة هاي الفوق يا غلوكوز وأكيد يا أستاذي مين ثابت فيهم ثابت فيهم اللي غلوكوز ما هو دايما خلاص وانو غمض يعوني إذا عرفت أنا إنه هاذا غلوكوز فأكيد هاذا رح تكونوا غلوكوز فهذا غلوكوز وقالاكتوز مين الغالي سكر حليب اللي هو اللاكتوز فهاي اللاكتوز سكر حليب هون يا أستاذ العزيز ممكن تيجيك أسئلة حسابية بناء على هون وأسئلة جنة ببسيطة وهاضي يا أستاذ العزيز بديك تفكر معي شوي فيه وشوفه قداش أنت منطقي لو أنا سألتك سؤال كم عدد ذرات الكربون في اللي غلوكوز رح تشتحكي للي اللي غلوكوز أنت حكيت لي لأنه سي سكس أجل أسئلة فعدد ذرات الكربون في اللي غلوكوز ستة طيب روح لي على هيدروجين اثناش طب على الأكسجين ستة أوكي أوكي طب لو سألتك أنا بالمالتوز رح تشتقول لي آه المالتوز هو ثنين غلوكوز فهو سي سكس أجل أسئلة أجل أجل أسئلة مع سي سكس أجل 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 أسئلة فأنا لو إني أنا ويا فحتيش تقول لي سي ثناعش لأنه ستة هون ستة هنا صنعش اخزر 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 انا حقف نست seniorר في الصناعش، eso quiere اخذر الر gosh الاجابة غلط ليش؟ لانه انا حكيت لك قبل شوي وراح صوته ونحكي لك ما بتقدر تعمل او تربط بيناتهم غير تتخسر فانت اوكي انت لما جمعت الاثنين غلوكوز طلع عندك عددهم زي هيك اوكي انا معك بس هذولا يا استاذ العزيز لازم انت تنقص منهم اوكي عشان انت اصلا تعمل بينتهم رابطة صح ولا مش صح؟ فانت عندك الكربون ما رح يتأثر عدده لانه انت تنقص هيدروجين اوكسجين ما دخل فانت الكربون رح يضل التنعاش هاي س coolingه الاتش يا استاذ الغالي انت عندك بالاساس 24 شيل منهم ثنتين هاي نقص اوكي نقص أشتو فصار عندك 22 والاو يا استاذ العزيز انت عندك 12 لكن اللي ن addictive ١ ٢١ ليس هنا هون يا استاذ العزيز معاملها 1 فقوم بصير عندك au ١١ ها إصاف هاو مثلا الصيغة الجزائية للسكر المالتوز وطرع فكرة نفسه لو جاب لكيا للمالتوز أو السكروز أو اللاكتوز لأنهم كلياتهم لاثنين كلياتهم يعني هون C6H12O6 مع C6H12O6 فكلياتهم الثلاث يا أستاذي رح يكون عدد ذرات الهايدروجين فيهم زي ما حكينا 22 عدد ذرات الأكسجين فيهم يا أستاذي رح يكونوا 11 وعدد ذرات الكربان رح يصيروا 12 فيمنا كيف طلعناهم طرع فكرة يعني الأسئلة الحسابية اللي انتم عقدينها طب لو جاب لي أنا ثلاث سكريات غلوكوز طب غلوكوز 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 يعني C6H12O6 ضرب ثلاث صح؟ يعني رح يصير عندك أنت C18 H12 و12 قلنا 24 و12 رح يصير عندك أنت يا أستاذي العزيز اللي هو 36 وO حكينا كم حكينا 18 طب هذولا كلياتهم نقصوا منهم ثلاث أشتة O ثلاث أشتة O يعني بتنقص منهم يا أستاذي ستة أج وثلاثة O خلصنا نفس العملية اللي عميتها بيطلب معك عدد ذرات الكربون والهيدروجين ووكسجين لثلاث سكريات غلوكوز طبعا بينتهم بيكون رابطتين غلوكوز وإحنا بنعرف يا أستاذي هاي قاعدة أنه عدد الروابط أقل من عدد الوحدات بمقدار واحد يعني أنت عندك 100 سكر غلوكوز بينتهم 99 رابطة غلايكوزيدية عندك مثلا 50 غلوكوز بينتهم 49 رابطة غلايكوزيدية يعني كيف هذا السكر قبل شوي ثنائي فاقح وحدتين عندك إذن رابطة وحدة فقط ديل يا جماعة ديل إن شاء الله طيب الخطوة الأخيرة ومن خلص السكريات المتعددة عندي إيش أمثلي هما الأميلوز الأميلوبيكتن الليقلايكو جين السيليلوز وهون يا أستاذي شوي أسماهم بعيدة عن الأوز وموز ولوز وعوز يعني شوي بعيدات شو بتصحك يا غالي شي طيب فإسه يا جماعة فإحنا عندنا السكريات المتعددة عندي هم أربع سكريات متعددة الأربع سكريات متعددة هذول يا جماعة كمان كلياتهم فيهم جلوكوز يعني كيف السكر الثانوي أو سكر ثنائي كان الغلوكوزو إشي لكن هنا مافي إشي كلوا جلوكوزات ط tongue gloria طب كيف بدي أميز بيناتهم السكر الثاني يمكنني تميز بسكر ثاني طب أنا كد أميز بين السكر متعدد لكلهم جلوكوز أيوة شكلهم مختلف شكلهم شو ماله شكلهم مختلف إذا كان أنا عندي يا أستاذ العزيز تعال خلينا حكينك إيها سوفوا أنا أدي أبلش بالأميلوز وبحكي لكم مثلا معلومات الجانبية بيدي أخلص من أشكالهم الأميلوز وعندي الأميلوبيكتن وعندي لقلايكوجين وعندي أنا يا أستاذ العزيز السيليلوز طيب تعالوا خلينا روح نياكم على الأميلوز الأميلوز يا جماعة الخير هو أوكي كليةه غلوكوز لكن هذا السكر غلوكوزي 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 أوكي ثلاث أكثر لكن ما فيهم تفرعات هم عبارة عن خط واحد ما فيه تفرعات لا روحه وجيه كيف صف الدبق على سبيل الثالي هو عبارة عن صف ما فيه لا روحه ولا جيه كليته صف واحد فأستاذي هون بديك تعرف أن الأميلوز هو عبارة عن خط واحد ما فيه تفرعات تمام فشو تعريفه هو من السكرات المتعددة أوكي منعرف يكون على شكل سلاسل غير متفرعة هاي كثير مهمة من مين من اللوكوز الأميلوبيكتن يا أستاذي أوكي هو صف واحد لكن هذا صف يتفرع واحد بس تفرع في بعض المواقع يعني تفرعات قليلة جدا يعني دبقه خربان شوي فهون يا أستاذي العزيز ها خربان شوي ركز على خربان شوي لأنه فيه كمان شوي عندي خربان كثير فأستاذي اللي بدي أحكي لك ياه أنه الأميلوبيكتن تعال خلينا شوف شكله هاي صف الدبق الأساسي هاي صف واحد هاي الدبقه إن شاء الله راح نعمل لكم إياه بالحفلة وهاي عندي هون تفرع واحد شوف كيف أنت عندك هون تفرع واحد فحكى لك هون السكرات متعددة أوكي يكون على شكل سلسل من الليغلوكوز متفرعة في بعض المواقع ركزينا هون متفرعة أوكي لكن في بعض المواقع تعال خلينا روح نياك على الليغلايكوجين هون مهرجان فايت كل شي ببعضه عندي مش دبقه كل شي بخربان عندي أوكي صف دبقه لكن كل واحد شابكي بتجيها فألف تفرع فهون حكى لك الليغلايكوجين هو يتكوى من سلسل من الليغلوكوز كثيرة التفرع فبركز الأميلوغ بأميلوز ولا تفرع الاميلوغ يجب أن تفرع في بعض المواقع siellä الليغلايكوجين هون كثيرة تفرع فاشوف انت عندك هون صف الدبقه هاي هاي الاساسي أكيد مش لهذه الدرجة يعني راح يكون صف الدبقه طويل بسبح أنت تفهموني ان هو هذه السلسلة الأصلية لكن شوف كيف عندك هون تفرع ؟ تفرع هون عندك تفرع هون عندك تفرر فاهمين كيف خمس 선택 هذه السليلوز سأغلب ذلك أو شكئث مع السليلوز يمكن أن ت يجيك بالوزارة هون عندي نوع رابطه جديد، هذو نوع الرابطه mantle meaning نوع من عندي التساهمية وكل آخرين، هون هرو pais اسمها رابطة هيدروجينية هذه الرابطة هيدروجينية موجودة بين السلاسل ركز معي السلسلة نفسها فيها غلوكوزات بينها برابطة غلايكوسيدية أما السلسلة مع السلسلة مع السلسلة للإقبال بعض بشكل متوازي روابط هيدروجينية فأستاذي العزيز هونت عندك أميلوز 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 هاي طلع هذا الحال هو أميلوز وهذا أميلوز وهذا أميلوز هسا بين السكر والسكر هذا رابطة غلايكوسيدية لكن بين السلسلة والسلسلة هاي رابطة هيدروجينية فركز يا أستادي على الروابط المتوازية روابط هيدروجينية اللي قبال بعض هاي الرابطة هاي الرابطة هيدروجينية أما اللي على السلسلة نفسها شوف كيف هي على السلسلة نفسها هاي غلايكوسيدية دين يا جماعة دين إذن يتكون من ألياف دقيقة هاي مفتاح ألياف دقيقة ربطها دائما مع السليلوز تتألف من وحدات من الليغلوكوز ترتبط فيما بينها بروابط غلايكوسيدية هي بنسبة لوحدات الكلوكوز مشكل السلاسل هاي السلاسل طبعا أكيد غير متفرعة لأنها أميلوز لكن السلاسل هاي بترتبط مع بعض بروابط شمالها عفوا بروابط هيدروجينية ديل يا جماعة ديل إن شاء الله طيب تعالوا فنرجع نحكي أنه الكلوكوز هون حكي اللي يمثل وحدة البنائية لعدد من السكرات المتعددة في أجساميكات حياة حكينا أنه الوحدة البنائية ليلهم كلاتهم هو الكلوكوز ويتكون هذا النوع أكيد بارتباط ثلاث وحدة بنائية وأكثر منطقيا وبدي إياك تعرف إشي اسمه مبلمر كلمة مبلمر يعني بالعلمية بيحكولها البوليمر رح تخضوها بالجامعة وهي كلمة بتدل على إن المركب لقبالك معقد أكيد الأحادي ولا الثانوي معقد لأنهم بسيطين المتعدد مبلمر معقد كلية تفايته ببعضه فضروري لما تشوف كلمة مبلمرات تربطها مع المتعددة فهي مبلمرات هي نفس المبلمرات هي نفس السكرات المتعددة تتكون من سكرية أحدية أساسها طبعا أحدية طبعا تحديدنات اللي غلوكوز كان ترتبط فيما بينها بروابط تساهمية غلايكوسيدية زي ما حكي أنا طيب هسا أستاذ العزيز بديك تعرف إشي الأميلو أميلو ركز معي لو جبت أنت كيس نايلون كيس فاضي احضط فيه أميلو أميلو مين الأميلو أميلو الأميلوز والأميلو بكتن وخلطتهم مع بعض الناتج رح يكون عندك نشا فالنشا بتكون من أميلو أميلو النشا أميلو أميلو أول أميلو أميلوز وثاني أميلو أميلو بكتن كثير مهمة يا أستاذي فهون يا أستاذ العزيز النشا يتكون من أميلوز وأميلو بكتن هي عرفنا هذه المعلومة وبيديك تعرف مين الكلمة الأكبر الأميلو بكتن فلأن الكلمة الأكبر فهي ماخذ النسب الأعلى من الأميلوز في النشا فأستاذي لو إحنا عندنا نشا تقريبا من 20% إلى 30% رح يكون أميلوز الكلمة الصغيرة النسبة الأقل وأكيد رح يكون فيه أميلو بيكتن اللي هو النشأ بس رح يكون نسبة تقريبا من 70% لـ 80% يعني إذا أنت عندك 20% أميلوز فـ 80% أميلو بيكتن إذا عندك 30% أميلوز 70% أميلو بيكتن وهيأخذناها بكتاب الأنشطة إذن الذكرين وقلنا نسبة الأميلوز ونسبة الأميلو بيكتن 100% لو أجاك شو قال قال لك نسبة الأميلوز مثلا 70% كمل أميلو بيكتن والله العظيم خدعتك ليش؟ قلت لك الأميلوز 70% منطق الأميلو بيكتن 70% منطقي فوقت الأميلو بيكتن 30% طب لو حكيت لك أنا نسبة الأميلوز 22% فوقتها الأميلو بيكتن يا أستاذي رح تكون 78% المهم أنها مكملة لـ 100% طيب وهاي عرفنا هم هسا تعالوا خلينا نأخذ الأهمية أهمية كل سكر النشا يا أستاذي العزيز تعرف أنت لما تروح تغسل البطاطا والأرز مثلا رح ينزل منه هاي المادة اللي باللون أبيض هاي نشويات فالنشا يا أستاذي العزيز موجود في النبات ولا في الحيوان أكيد في النبات حياتك أنت ما تحمامت ونزل منك نشا فالفكرة وين يا أستاذي؟ أنه هاي النشوية الأستاذي هي من خلايا نباتية فكثير مهم تعرف أن النشا وضيته تخزين سكر لـ Glucose وين؟ في النباتات دير بالك يخدع أقول لك حيوان لا لبات بس وأكيد أننا سأخزن سكر لـ Glucose لأنه كلاته Glucose طيب الـ Glucose هذا موجود وين؟ موجود عنه طيب إذا أنا أخزن سكر لـ Glucose أو أخزن سكر لـ Glucose في النباتات على شكل نشا طيب بالخلايا الحيوانية وإحنا أسفين أنه إحنا معاملاتنا خلايا حيوانية حكيت لكم إياها بالمادة مناش نرجع نعيدها ونتمسخر على حالنا بس بدأ أكتح أن الخلايا الحيوانية يعني خلايانا إحنا نخزن سكر متعدد على شكل Glucose لتخزين سكر لـ Glucose في وين في الحيوانات؟ أيوة في الحيوانات يعني إحنا أسفين بس وين بالضبط؟ يعني وين موجود Glycogenes وجسمنا؟ في الكبد والعضلات جدا 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 مهم في الكبد والعضلات طيب فأنا عندي هنا في أكباد الحيوانات وعضلاتها طيب تعال خلينا نروح إياك على المعلومات الموجودة بالسيلولوز السيلولوز يو أستاذي أريد أن تعرف إش أن الخلايا النباتية شكلها زي هيك إذا أنت متذكر ورفع نرجع أنها نت supremeاخلهية نباتية بس خليلية نباتية فأيش مميز اللي هو diligently اسموه الجدار الخلوي هذا الجدار الخلوي السيلول هذا الجدار الخلوي مش موجود في الخلايا الحيوانية فهو مميز للخلايا النباتية بتعرف لكن لو أخض قطعة من الجدار الخلوي كما زوم سأعoublها سأتقيه عبارة عن سيلولوز تخيل أن السليلوز موجود في الجدار الخلوي للخلايا النباتية ونتيجة أنه موجود في الجدار الخلوي للخلايا النباتية بعض الخلايا النباتية مرونة وقوة فهي قوية بسبب وجود السليلوز في جدارها الخلوي فإكسابة جدر الخلوية في النباتات القوة والمرونة هاي بسبب السليلوز وحكينا الروابط على السلسلة الواحدة يعني على السلسلة نفسها بالسليلوز أما بالسلاسل اللي قبال بعض هي روابط هيدروجينية أسطورتي ديل يا جماعة ديل إن شاء الله وهي التلخيص عنهم كلياتهم مواضيع الرابط رح أعمل لكم بإذن الله ورقة لإنهم كلياتهم هي كملف كلياتهم تعيدوهم وترتب أمورهم اللهم صلى الله عليه وسلم محمد البروتينات يا غوالي حكينا بالحصة الجاي مع الحموض النووية هس إحنا من الروع لمن؟ بدنا الروع لالليبيدات والليبيدات هي آخر إشي في حصتنا لليوم الليبيدات يا أستاذ العزيز اللي هي الدهون والدهون يا أستاذ العزيز مش إشي سيء واحد قال لك طلع لك كرش انبسط شوي لأن الكرش يا أستاذ العزيز ممكن يكونوا له فوائد بس أكيد سلبياته شوي أعلى بس الدهون إلها فوائد الدهون يا أستاذ العزيز إلها فوائد وأنا بطلوب مني خمس فوائد نعرفهم تعالوا خلينا نحددهم أنوياك أول إشي يا أستاذ العزيز هي عبارة عن طبقة عازلة اللي هي الدهون تحت جد الإنسان وبعض الحيوانات هم يحول دون فقد الحرارة من أجسامهم أستاذ العزيز أنا حرارتي على سبيل مثال 37 سلسلسل طبيعية طب ليش ما بشعها لبرة ليش الحوالي مش حاسين بالحرارة لأنه أنا عندي طبقة من الدهون موجودة تحت الجلد هات جلدي تحت الجلد في عندي طبقة من الدهون هاي الدهون بتمنع الحرارة تطلع لبرة الحرارة بتضل جوا الجسم فما بخسر الحرارة كثير مهم تعرف يا أستاذي فهي طبقة عازلة تحت جلد الإنسان وبعض الحيوانات وهو ما يحول دون فقدان الحرارة من أجسامهم بالإضافة يا أستاذي إنها تدخل في تركيب الأغشي البلازمية وهي رح ندرسها كمان شوي الغشاء البلازمية يا جماعة هو بيدخل في تركيبه وإذا منذكرين كان اسمهم الليبيدات المفسفرة وأيضا تدخل في تركيب الهرمونات الاستيرويدية الهرمونات الاستيرويدية برضه الاستيرويد أني يأكل رح ندرسهم بالتفصيل إن شاء الله اللي هو كان زي الألدوستيرون مثلا رح أرجع أذاكركم فيها وتدخل في تركيب الفيتامينات لكن ركز الفيتامينات لازم تكون ذائبة في الدهون لأنه نحن نحكي عن دهون ترى الفيتامينات نوعين في فيتامينات محبة للماء وفي فيتامينات محبة للدهون انت لو تروح بتعفف الفيتامين هذا الفوار بيبيعه بصيدليات فيتامين سي مثلا في سي يا أستاذ العزيز هذا لو تحطه بالمي بيذوب بس الفيتامينات اللي بدي أحكيها هون لأنه بحكي عن الليبيدات أشياء كارهة للماء فهون يا أستاذ عزيز تعفف الدهون أصلا ما بيذوب بالمي يعني هو بيكره المي زي زيت الزيتون لو تروح تحطه مع المي ما بيذوبوا ببعض هاي لحال وهاي لحال هم بيبعدوا عن بعض لأنهم بيكرهوا بعض فأستاذ العزيز تدخل في تركيب الفيتامينات الذائب في الدهون من هما الفيتامينات الذائب في الدهون؟ هم عبارة عن أربع فيتامينات بربطهم بكلمة كايد ليش حكيت كايد؟ لأنه عندك بالتاريخ واحد معلومة اللي هي كايد مفلع عبادات له أول شهيد أردني في أراضي الفلسطين فأنا حكيتهم هيك ربطهم اضرب عصفراني بحجر دينه أحياء دينه أحياء هاي أطيك العافية أحياء وتاريخ فأستاذ العزيز حرف الكي هاي فيتامين كي ألف اي ويا اي ودال اللي هو فيتامين دي بيجيك سؤال بيقولك إحدى الفيتامينات التي ليست من الفيتامينات الذائب في الدهون فأنت هوا أي فيتامين غيرهم أوكي يا جماعة؟ أوكي وهو عبارة عن مصدر طاقة أيوة هون يا جماعة جماعة الدايت بيحكو لكم بعده عن السكر ليش؟ تحكي لكم إشي يا جماعة جسمنا لما بدوا يعمل طاقة ويخليني أنا قادر أحكي معكم هسا بيروح على السكر لأن السكر سهل جدا زي اللي غلايكوجين اللي موجود في الكبد والعضلات جواتي بروح بيكسروا بغفل من القلوكوز بعمل طاقة لكن إحنا لما بدنا نعمل دايت ونقطع السكر الجسم الشرح يموت رح يقول لك أوكي أنت ما عطيتني سكر بدي أروح على مصدر ثاني للطاقة ومن هو مصدر ثاني للطاقة؟ الدهون فبروح يسحى من الدهون بعمل طاقة فأنت رح تلاعظ حالك لما تقطع السكر أن الجسم تتبلشين حاف أوكي يا جماعة؟ فكثير مهم هذا الحقيقي هاي الليبيدات يا أستاذ العزيز هم عبارة عن أربع أنواع هؤلاء الأربع أنواع هم عبارة عن حموض دهنية وهم عبارة عن دهون ثلاثية وهم عبارة عن الليبيدات مفسفرة وهم عبارة عن الاستيرويدات ورح ندرسهم أنا وياكم بالتفصيل لازم تعرف أن الحموض الدهنية بتدخل في تركيب الدهون الثلاثية وبتدخل في تركيب الليبيدات المفسفرة بس ما بتدخل في تركيب الستيرويدات الستيرويدات اشي منفصل ركزوا ان الحموض الدهنية كيف كنت أحكي لك مثلا سكر الأحادي أساس للثنائي والسكر الأحادي أساس للمتعدد тру blues الحموض الدهني أساس للذهن الثلاثي وأساس للليبيدات المكفسفرة ضروري جدا تعرف من هو أساسهم الحموض الدهنية الحموض الدهني يغالي على فكرة هو يشكله زي هيك راس وذن من هو هذا؟ هذا الحموض الدهني فكرة هو عبارة عن نوعين جدا مهمين تعرفون حموض دهني مشبع وحموض دهني غير مشبع هسا رح نميز بناتهم وأنا وإياكم بالتفصيل فأنا عندي أربع أنواع من الليبيدات هذول هما تعالوا خلينا فسرهم وحدة وحدة وأكيد يا أستاذي أي دهون يا أستاذي العزيز كاره للماء ما في عندي نوع من الدهون محب الماء كل ياتهم بكره الماء ضرور جدا تعرفها إن هناك صفة مشتركة بين الليبيدات جميحة وهي عدم امتزاجها بالماء أول نوع من الدهون عندها الحموض الدهنية الحموض الدهنية يا أستاذي العزيز شكلها الرأس وذين هاي الرأس يا أستاذي العزيز تتكون من مجموعة الكربوكسيل مجموعة الكربوكسيل يا أستاذي العزيز ممكن أخطها بالعضبية اللي هي السي أو أو أتش هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرأس الذيل يا أستاذي العزيز بسميه سلسلة هيدروكربونية يعني هو عبارة عن كربون وهيدروجينات كربون وهيدروجينات كربون وهيدروجينات بدي ياك تعرف دائما أنه الذيل هو كاره للماء يعني مش ممكن يذوب بالماء هو بكرها الماء بس الرأس يا أستاذ العزيز محب الماء بيجي بتقولي أستاذ ثواني أنت قلت لي أنه دهون كلياتها كارهة للماء احكي لي شو اللي صار كل بساطة بيحكي لك هد اللعب شوية داكير بيحكي لك أنه كتوتل كمحصل وكليية بيطلع كاره الماء لكن فيه جزئية محبة للماء اللي هي الرؤوس اللي هي مجموعة الكربوكسيل سي أو آج فالحموض الدهنية فيها معلومة أنه تدخل الحموض الدهنية في تركيب قلنا معظم الليبيدات ومنها ما يكون حرا شان المعظم يعني مش كلهم وأنا قلت لك أن الحموض الدهنية ما تدخل في السيرويدات لأنه تدخل في السيرويدات كان حكي لك تدخل الحموض الدهنية في تركيب جميع الليبيدات دي يا غوالي دي ومنها ما يكون حرا يعني منها مجمو الجسم ما بيكون حموض الدهني لحاله مش شرط ان الحموض الدهني يكون موجود داخل دهن ثلاثة او داخل اللي بدات من فسفرة او داخل استيرويد طيب وهون حكينا يتكون الحموض الدهني يا استاذ العزيز من الرأس والذيل الرأس عبارة عن مجموعة كربوكسيل هذا الرأس وسلسل هيدروكربونية اللي هو الذيل طيب هسا يا استاذ الغالي هاي الملاحظات انا كاتب لك ايها انساني ايها مش مهمة مش موجودة بالاكتاب لكن خلال شرح المادة نفسها بحب اتعمق فيها الحموض الدهنية نوعين عندي حموض دهنية مشبعة وعندي حموض دهنية غير مشبعة شو الفرق بيناتهم الفرق بيناتهم في الذيل في الذيل في السلسل الهيدروكربونية الفرق بيناتهم جدا مهم وجدا لازم اتميز بيناتهم المشبعة يا استاذ العزيز فيها الرأس اللي هي مجموعة كربوكسيل هيا سي او او ات وهونا يا استاذ العزيز برضو عندي سي او او ات هيا الرأس لكن تعالي على الذيل تعالي على الذيل استادي الغالي، الفكرة أيو استادي أنه بالمشبعة الروابط بين الكربون والكربونة هذه هيدوروجينات، كله كربون وهيدروجين هيدرووجينات жبت مع كربون وتشابه مع كربون توجد كاليات، هلا pierwsze هيدروجين الموجود هيدروجين الموجود وجهة الا wee ضروري أنت أعرف هيدروجين أنه الرابطة الرابطة ما بين الكربون بالحمطهن هي مشبعه أمام الجميع الموجود هك رابطها كلمة واحدة اللي هي المشبعة رابطة أحدية كلمة واحدة رابطة أحدية هاي كل ياتب روابط أحدية ما في عندي رابطة ثنائية أوكي على العكس يا أستاذي غير مشبعة كلمتين فعندك رابطة ثنائية تعال شوف شوف كيف ألاقي هاي رابطة ثنائية بدي إياك تعرف كمان إشي يا أستاذي العزيز أنه الأشياء اللي فيها رابطة ثنائية زي هيك 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 ربط ليها دايما يا أستاذي خلينا نرجع للقلم الأحمر دائما يا غالي إذا بتلاقي رابطة ثنائية حط لي عندها سهل تنكسر سهل تنكسر أما يا أستاذ العزيز الرابطة الأحدية هم كل هواتهم رواطة أحدية الرابطة الأحدية صعب تنكسر بالكيميا ممكن أنت تعرف هذا الحكي بتفاعلات الإضافة كنت تضيفه على سبيل المثال الميثين الإيثين ناسي صراحة عضوية بالضبط لكن فيها رابطة ثنائية تضيفه عليها أما ما بزبط تعمل إضافة مثلا على الإيثان على الألكان لأنه كلهم روابط أحدية بس أنا ما بدي أدخل بهاي الأمور بس اللي أنا بدي أوصل لك هي أنه الرابطة الثنائية سهل تنكسر الرابطة الأحدية صعب تنكسر هنا من أول حرف عندي سين سهل فرح تعطيك يا أستاذ العزيز أشياء سائلة دهون سائلة هنا لأنه هاي الرابطة الأحدية هي المشبعة صعب تنكسر عندي أول حرف صاد فرح تعطيك يا أستاذ العزيز أشياء صلبة حكينا الحمود الدونية فيها تكون الروابط جميعها كل الروابط أحدية لأنها كلمة واحدة بين ذرات الكربون في السلسلة الهيدروكربونية ومن أمثلتها يا أستاذ العزيز حمض البالمتك حفظ يا أستاذ العزيز حمض البالمتك لو أنت تروح على جوجل وتشوف التركيب الكيميائي لحمض البالمتك رح تلاقي أنه حمض البالمتك يا أستاذ العزيز بالذيل كل الروابط فيه أحدية تمام ولأنه يا أستاذ العزيز حمض البالمتك هو أوكي هو اللي بدات احكي لي وين بالواقع بلاقي هذا حمض البالمتك بكل بساطة يا أستاذ العزيز منلاقيه في زيت النخيل حفظ فهذا حمض البالمتك هو المكون الرئيسي لزيت النخيل هسا بالنسبة للغير مشبع يا أستاذي الغير مشبع أنت عندك رابطتين سهل تنكسر سين يعني سائل والسائل يا غالي بديك تعرف أنه زيت الزيتون وإحنا نعرف أنه زيت الزيتون هل عمرق شفت زيت الزيتون مجمت لا زيت الزيتون سائل فهو سهل ينكسر وزي ما حكينا زيت النخيل الإش المكون لإله حمض البالمتك زيت الزيتون المكون لإله اسمه حمض الأوليك كثير مهم تعرف أن الأوليك لزيت الزيتون والبالمتك لزيت النخيل وأجع عليها سؤال ويسارة لألفين وخمسة تمام فالحمود دوني غير مشبع لأنه كلمتين فعندي رابطة ثنائية فحكينا هنا فيها توجد رابطة ثنائية واحدة على الأقل يعني عندك رابطة ثنائية واحدة على الأقل ممكن تكون سنتظر من فيها رابطة ثنائية تمام يا جماعة؟ تمام إن شاء الله طيب تعالوا وسا على الدهون الثلاثية اسمعوا أنا حكيت لكم أنه الأساس لكل هذولة لدهون الثلاثية واللي بدات مفسفر اللي هي الحموض الدهنية فالحمض الدهنية موجود هنا موجود هنا إلى آخر بس بدون الاستيرويد اللي أنا أبدأ حكي لك إنه أوكي أنا هنا والله العظيم عندي هنا عندي يا أستاذ العزيز حمض دهني بس اسمها دهون ثلاثية يعني أنا عندي ثلاث أحماض دهنية يعني رح ألاقي راس وذيل راس وذيل بس هضول يا أستاذي زي ما قلت لك قبل شوي السيليلوز السيليلوز كانت ثلاثة أميلوز لو تركتهم رح يفلتوا كنا نربطهم بروابط هيدروجينية هنا مش نفس المبدأين رح أربطهم بروابط هيدروجينية في عندي إشي يا أستاذ العزيز زي عودة هاي يا أستاذ العزيز هاي العودة هاي العودة هاي العودة رح تربط لي ثلاث حمود دهنية معهم هون رح أصد عندي أنا هون رابطة وهون رابطة وهون رابطة فكل هذا الشكل بصير اسمه يا أستاذ العزيز دهون ثلاثية كيف عدت الثلاثية عندك ثلاث أحماض دهنية مربوطات مع عودة من العودة يا أستاذ الغالي العودة هي إشي اسمه فأستاذ الغالي بالله عليك تركز معي لو انا جبت لك علاقة رياضية الدهون الثلاثية يساوي ثلاثة حمض دهني زائد واحد غليسرول جدا مهم فحكينا الدهون الثلاثية هي اللي بدأت تتكون من اتحاد جزائي غليسرول واحد هذا عندي غليسرول واحد مع ثلاثة جزيئات من الحموض الدهنية كثير مهم تعرف انه عندك ثلاثة حمض الدهنية وواحد غليسرول ثلاثة احمض دهنية وواحد غليسرول فاتحاد جزئي غليسرول واحد مع ثلاثة جزائيہ مثل الثلاثة جزائية من الحموض دهنية بروابط آه دقيقا الروابط التساهمية قلت لك موجود فيهم كلياتهم بس انواع الرابطة التساهمية المختلفة اذا كان ان عندي يا أستاذ العزيز رابطة تساهمية غليكوسيدية كربوهيدرات تساهمية بابتدية بروتينات تساهمية استرية ليبيدات فهونا عندي الرابطة التساهمية استرية طيب أستاذ العزيز خلينا نروح لياكم نشوف الصورة أستاذي الصورة جدا مهمة عشان توضح لنا شو هم الثلاث أحمد دهني والواحد يقلي سارول يا أستاذ العزيز بلاعك تركز معي ركز هنا عندك هاي أول حمد دهني كيف عرفت أنه حمد دهني هاي الرأس سي أو أو أتش مجموعة كربوكسين والآر هاي اختصار ذيل بلاش ما أنا أكتب إلى آخر اللوح هون يا أستاذ العزيز كربون وهيدروجين أعطاني آر اختصارها وهون نفس الأشي راس وذيل وهون عندي راس وذيل أوكي يا جماعة أوكي هذول الثلاث لازم أربطوه مع عودة من العودة العودة هي لقليسرول والقليسرول يا أستاذ العزيز كربون 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 ها ركز معي ثلاث كربونات هاي هي العودة هانا نعشوا تركيبة لقليسرول هاي هاي الحالة هاي هاي الحالة هي لقليسرول شو هي كربونة 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 على اليمين أو أتش أو أتش أو أتش ها ركز معي أو أتش أو أتش أو أتش الباقي أتشات يعني فعليا هي يا أستاذ العزيز راح تكون سي ثري وعندي أنا يا أستاذ العزيز بالنسبة للهيدروجينات قديش؟ الهيدروجينات أنا عندي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وراح يكون أنا عندي الأو ثلاث شافين كيف؟ أنا وياكم استنتجنا اللي هو الصيغة الجزئية أو الصيغة أو الصيغة الجزئية للقليسرول فضروا تعرف إنه هو عبارة عن ثلاث كربونات أو أتش أو أتش أو أتش ليش حطيت أو أتش لأن أنا حكيت لك أي رابطة تساهمية بدك تعملها لازم تعمل عملية نزع جزي الماء يا أستاذ الغاني فنزع جزي الماء أنا كيف بدي أعملها؟ بأخذ أو أتش مع أتش وكل بساطة يا أستاذ العزيز جدا مهم بتعرف من أين بأخذ أو أتش ومن أين أتش هون دير بالك يخدعك أستاذ العزيز أو أتش من الحمض الدهني هاي كثير مهمة وممكن يلعب بها تريق دير بالك ممكن يقولك إنه الأو أتش من الحمض الدهني فالأتش من الليّي سيرول إ imaginية الأو أتش منو بحمض الدهني خلاص بواس نوع أتش من من الصوري هيكا إسمعكمlla تربطها ربطة صراحة هبلها أولا او هي زي الراس فباخذها من الراس ومين عندو راس في لوو الحمض الدهني فأنا هنا CO يمكنني هو SoH بيظل عندي هنا H فOH من Axe ملي ticks ب choice بعد الغو طريقة هائلة الق vlog هاي هنا الأسئلة الحسابية جدا مهمة عشان أنا أقدر أعمل دهن ثلاثي واحد بدي أخسر ثلاثة ثلاثة يعني لو عندك 2 دهن ثلاثي رح تخسر الثلاثة لو عندك ثلاث دهن ثلاثي رح تخسر تسعة اشتو او والى اخيري فانت شو بعطيك دهون ثلاثية وضربها بثلاث بطلع عندك عدد جزيئات ماء اللي انت خسرتهم فاستاذي العزيز انت عندك هون يا غالي شوف تتحرر ثلاثة جزيئات من الماء اوكي 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 وشو الرابطة رابطة استيرية والرابطة استيرية ماء انت اصلا يا استاذي العزيز لما تشيل الاو اكتش من هنا وتشيل الاو اكتش من هنا تشافين استيرير مع ال소리 من هنا شايفين اصلا هنا قتل رى الفوت مع الavour بنيا فصار عندك استيرير مع الـ세요 لازم هاي سوي فاستاذي العزيز تعال� pääが worth plan او هي رابطة غلايكوسيدية عفوا رابطة إستيرية رابطة إستيرية وركز انه اخصلنا ثلاثة أشتاء فدائما الرابطة الإستيرية تكون بين سيدة بالبوند أو وأو اما هاي المعلومة راح نخذها بالبروتينات الحصة الجاي هي سيدة بالبوند أو مع الان هذه الرابطة الببتدية في الليبروتينات الحصة الجاي إن شاء الله وهي الاسئلة انت بتعرفها وهون عندي أنا بس هون نواتج على الله وصل على سيد محمد الدهون الثلاثية. الدهون الثلاثية أستاذ العزيز ركز معي. حكينا تعتمد خصاص الدهون الثلاثية. آآ خصاص الدهون الثلاثية أكيد. ما بصنفها بناء على اللي غليسرول لأنه اللي غليسرول ثابت. مين اللي مش ثابت؟ الدهون الثلاثية. ليش؟ عفوا مين اللي مش ثابت لي الأحماض الدهنية؟ ليش؟ لأن الحمض الدهني نوعين. يحمض دهني مشبع. يحمض دهني غير مشبع. فعلى هذا أساس جدا مهم يتميز أنه تعتمد خصاص الدهن الثلاثي مش على اللي غليسرول على الحمض الدهني اللي جاي فعلى خصاص الحموض الدهني لان الحموض الدهني نوعين يا إما بتكون مشبعة أو غير مشبعة إذا كانت غير مشبعة يعني قلت لك كلمتين يعني رابطة ثنتين زي هيك أو المشبعة كلمة واحدة يعني رابطة أحدية أستاذي مين صعب تنكسر هون هاي الصعب فهي رأتطيك صلبة فهي رأتطيك صلبة وهون هاي سهل تنكسر رابطة ثنتين فرأتطيك سين سائلة تمام فتكون معظم الدهون الثلاثية غير المشبعة سائلة في درج حرارة الغرفة مثل معظم الزيوت النباتية الزيوت النباتية زي زيت القلي اللي هو زيت الذرة وزير الدوار الشمس هاي كليتها سائلة سهل تنكسر أوكي فرح تكون رابطة ثنائية فيعني غير مشبعة كلمتين بالنسبة للمشبعة يا أستاذ العزيز رح تكون هنا عنديها صلبة وصلبة يا أستاذ العزيز علشان أنا هنا صعب تنكسر زي مين زي الزبدة مثلا والسمن الحيواني بس ركز انه سمن حيواني لانه السمن النباتي بيكون غير طبيعي ناتج من عملية الهدرج يا أستاذ العزيز وبرضه زي ما حكيت لك مواضيع الربط رح أكتب لك إيهم يا أستاذ العزيز ان شاء الله بملك بيدي اف مرتب انت عارفهم من خلال الشرح وترح ترجع ترجحهم لانه عادة رح يجي سؤال لكن أنا عشان بالملحق أو عفوا بالمكثب أحاول أراجع وأغطي يعني أهم أفكار المادة في أقل وقت ممكن زي ما انت شايف وبدأ بتعفينه مصطلح دهن هو للأشياء الصلبة يعني أكيد انت ما حكيت لتمرأ لأخوك مثلا جيب لي زيت الزيتون أو جيب لي صحن الدهن مصطلح دهن نحكي للأشياء الصلبة فالأشياء الصلبة يعني رح تكون المشبعة طيب هسا اللي بيديات المفسفرة اللي بيديات المفسفرة برضه أنا عندي حموض دهنية بتدخل في تركيبها فالحموض الدهنية لكي ركز معي لهي راسه دين هون اللي بدات مفسرة المميزة عن الدهن الثلاثية الدهن الثلاثية كان عندي ثلاث أحماط دهنية هون عندي بس حموضين دهنيين فأنا عندي هون رأس وذيل رأس وذيل أيوة هذولة رح أربطهم مع الإشي وأصدمكم كل مرة إنه الإشي هذا كمان العودة يعني أنا عندي غليسرول هون أنا عندي غليسرول أيوة بيجيني طالب حدق بيجي بحكيلي لغليسرول انت حكيت لي يا أستاذي أنه ثلاثة كربون عندك هون OH عندك هون OH عندك هون OH والباقي عبارة عن H H H وهون H صح؟ صح طب أستاذي أنت عندك هون يا أستاذي عزيز كان C دة بالبند O OH و بالرأس هون C دة بالبند O OH طب حكيت لي إنه الOH بتخذها من الرأس من هنا والH من هنا أوكي الOH من هنا والH من هنا أوكي بس السؤال اللي حيسألني يا الطالب الحدق حيكيلي إنه هنا في عندك إشي ضل فاضي طب أستاذي ركز بالاسم الليبيدات مفسفرة طب قصرا بالله خلصنا الدرسة بكل بساطة يا أستاذ العزيز بروح أنا هون المميزة إني بروح بحط هون الكربون هون بحط يا جماعة مجموعة فوسفات زائد مجموعة فوسفات فصار عندك يا أستاذ العزيز الليبيدات مفسفرة عليها يا أستاذ العزيز هاد اللي قليسرول مجموعة فوسفات جدا مهمة فأنا يا أستاذ العزيز الليبيدات مفسفرة شو بتتكون بس أرجع عذاك عندما تحدث تجoustع tatية مع الرقمكو اخييه المساعدة ثلاث احمد دهنيه واحد قلي السورول ليبيداات فوسفرة اثنين احمد دهنيه واحد قلي السورول لكنهاد Lingcerol الكربوني ضلت فارغة برتضت فيها مجموعة فوسفات نرى ليبيداات aspirations ام فوسفرة اوكي هاي الليبيدات مفوسفرة موجودة داخل الغيشاء البيلا زمي اول خلية شو هو الغيشاء البيلا زمي للخلية هي الحدود اللي بيتحاوض خلية ودرسناها كثير أنه يقوم في المادة فأعتقد أنكم إن شاء الله عارفينها فحكالي اللي يبدأت بفوسفرا هي اللي يبدأت تتكون من جزئي غليسرول هاد الغليسرول يا أستاذ هاد الغليسرول مرتبط مع مجموعة فوسفات فيتشكل آه ركز معي ركز معي هسا انت هاي الغليسرول رح تلطبط مع الغليسرول هاد رح يرتبط مع الحمضين دهنيا صح فرح تصير عندك هون يا أستاذ العزيز يشكل هيك هون رأس هذي كلات ورأس هيك مثلا ومتفرع منه هون ذيلين تمام وأنا حكيت لكم دائما أن الرأس محب للماء أما الذيلين لأن الذيول كانت سلسلة هيدروكربونية فهي كاره للماء فحكالك هنا فيتشكل الرأس والرأس يا أستاذ العزيز قطبي محب للماء دائما يا أستاذ العزيز عشان هيك الملاحظة هاي عمتلك عليها سكب بس عشان أنا بشرح المادة لازم أفهمك أنه أي شي قطبي أي شي قطبي محب للماء دائما قطبي محب للماء غير قطبي كاره للماء دائما قاعدة بالكيميا يعني رح يتعمقوا شو يعني مادة قطبية ويعني مادة غير قطبية أوكي يا جماعة أوكي إن شاء الله فحكالي هون وفي الوقت نفسه يرتبط جزي الإجليسارول هذا بجزيين ركز من الحموض الدهنية فيتشكل ذيلين كارهان للماء وهون يا أستاذ العزيز أنا وإياكم نستنتج أنه هذا الليبيدات المفاسفرة وين موجودة؟ موجودة في الغشاء البلازمي الغشاء البلازمي هي حدود الخلية وهي عبارة عن طبقة مزدوجة من الليبيدات المفاسفرة يعني أنا عشان تفهموني أكثر تعال أستاذ العزيز شوف أنت عندك على سبيل المثال اللهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هاي هذا الشكل الليبيدات المفاسفرة حسن شوف الغشاء البلازمي أنت بتعفين أنه أنت عندك هون هاي خلية وهاي الخلية أستاذ العزيز عندك هون نوا اللي حدود تعيت الخلية هاي اسمها غشاء البلازمي والغشاء البلازمي وجود في الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية عادي اللي أنا بدأ وصل لك يا إنه قطعة الغشاء البلازمي هاي لو عملنا لها زوم ما رح ألاقيها بس طبقة واحدة من الليبيدات المفاسفرة رح ألاقيها طبقة مزدوجة من الليبيدات المفاسفرة وسوهاي كل واحدة قبالها واحدة كل واحدة قبالها واحدة كل واحدة قبالها واحدة وكل واحدة قبالها واحدة فشوفوا كيف أنت عندك هاي طبقة وهاي طبقة فعندك كون سلسلة مزدوجة أوكي جماعة أوكي إن شاء الله تعالوا فحكينا يحتوي الغشار بلازمي على طبقة مزدوجة من الليبيدات المفسفرة التي تترتب في صفين متقابلين كل واحدة بس في معلومة ما حكيت لكم إياها يا أستاذ العزيز وهاي المعلومة جدا مهمة وشوف يا أستاذ العزيز كيف يفهمها أحلى بدي إياك تعرف إشي أنه اللي جوه على فكرة بس خليني هنا خليني أوضح لك هاي الفكرة بدي إياك تعرف إشي إنه اللي جوه الخلية هون اللي جوه الخلية هون هاي شوفين هذا باللون الأصفر هذا يا أستاذ العزيز سائل بسميه سيتو بلازم أو سيتو سول هو عبارة عن مادة ماء يا معظمها ماء أمهم اعتبر ليها ماء والسائل اللي بره الخلية برضه هو كمان والله العظيم ماء يعني الخلية براتها مي وجواتها مي أوكي طب أنا سحكيت لك إن الغشار بلازمي عبارة عن طبقة مزدوجة الرؤوس هاي بتكون من جهة المي يعني هذا مثلا بيكون من جهة اللي بره وهذا بيكون من جهة اللي جوه هذول يا أستاذ العزيز بيكونه بالنص أوكي يا أستاذ العزيز يعني عشان تفهموني أكثر قول عندك طبقة مزدوجة الراس يا أستاذ العزيز جاي من هاي الجهة من جهة المي اللي بره والراس اللي قبالها جاي من جهة ثاني جاي لجوه والذيول بالنص الذيول بالنص يا أستاذ العزيز بتمنع إنه المي تفوت لجوه لأنه تخيل المي فاتت لجوه تتفجر الخلية أو المية تطلع لبرة فتنكمش الخلية فعلى هذا الأساس أنا بحاول أخلي المية اللي جوه متوازن مع المية اللي برة فمين اللي بتحكم بهذا الأشي الغشاء البلازمي والغشاء البلازمي فيه معلومة جدا مهمة انه بتحكم في مرور المواد بين داخل الخلية وخارجها يعني مش حين الله يفوت أي شيء بالخلية أو أي شيء يطلع بالخلية لا يعني زي حارس أمن انت فوت أوكي انت ما تفوتش أوكي مين بحجوظ هذه الأمور كلياتها الغشاء اللي بلازم يا أستاذ الغالي فحكينا وفيها تقابل الرؤوس القطبية اللي هي محب الماء الماء اللي هي من بر أو من جو في حين تبتعد عنه اللي هي لجوة بالنص الذيول الكاره الماء شوف هاي النجمة خضرة مش مطلوبة يا أستاذ العزيز أي شيء عليه النجمة خضرة مش مطلوبة طلاب يمكن بعرفوا طلاب الجداد هاي أول ما ربدي يسمعوا أن الرؤوس طلع كيف هاي من جهة الماء من بر والرؤوس هاي من جهة الماء لجوة والذيول هايها بالنص ديل يا جماعة ديل ونستنتج آه هاي منطقية جدا يا أستاذ العزيز بالله عليك تعالها شوف هس لو أنا هون جبت لك مثلا مادة محبة للماء هاي مادة محبة للماء هل هاي المادة المحبة للماء تتوقع أنها رح تدخل جوة الخلية توقع الإجابة لا ليش لأنه تخيل هاي المادة رح تعبر غشاب لازمي هذو غشاب لازمي هاي المادة نفسها تعبر اوكي تجاوزت الرؤوس بس طلعه جوة هنا بش رح تقدر تجاوز لأنه عندك ذيول كاره للماء لو حطت أنت كاس يا أستاذ عزيز زيت وجبت أنت مي وبدك تصب مي على كاس الزيت هل المي رح يوصل لآخر كاس لا رح تظل ندقر لأن هي بتكره الزيت فما رح تدخل لجوة فرح تظل على السطح نفس الفكرة هون تماما فالمواد الذائبة في الماء ما بتدخل لجوة الخلية فهون حكالي تستنتج لا تمر المواد الذائبة في الماء بسهولة عبر الغشاء بلازمي ليش نظرا إلى وجود الجزء الغير قطبي اللي هو الذيول الكاره للماء الذي تقع في وسط الغشاء بلازمي لا على طرف هذا ولا على طرف هذا بالنصف الغشاء بلازمي وهذا شيء يعوق مرور هذه المواد وهو بالنهاية زي ما قلت لك ما ينظم حركة المواد بين داخل الخلية وخارجها تتحكم بالمواد بتدخل وتطلع مش حية الله شيء هاي رسمة مطلوبة جاب لخلية طلع كيف الغشاء بلازمي حواليها أعمل لك هون زوم هون راس وذيلين وقبالها برضو راس وذيلين هون من جهة المي هون من جهة المي وهي ذيول الكاره للماء شوف كيف احنا منوخذ راس وذيلين نعمل لهم ايش زوم فأنا عندي هون راس وذيلين وهي الرأس يا أستاذ العزيز محب للماء وهي ذيلين كارهان للماء وهون يا أستاذ العزيز عملت أنا برضو زوم طلع يا أستاذي كيف أنا لقيت طلع 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 الرأس يا أستاذ العزيز فيه يا أستاذي الجليسرول هايو كربوني 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 OH OH وآخر وحدة مربوطة محا مجموعة فوسفات بس هون رابط محا محمد دهني محا محمد دهني فصال عندك رأس محب للماء وذلين كارهان للماء ديلا جماعة ديلا إن شاء الله آخر نوع من الليبيدات ومنختم أول حصة أسطورية في المكثب الاستيرويدات الاستيرويدات يا أستاذي العزيز موضوحة جدا بعيد عن موضوع الرأس والذيل هون الموضوع عنديها شوي أبسط وهون يا أستاذي العزيز أنا عندي أربع حلقات كربونية كيف الجلوكوز والفريكتوز كنا نشوف حلقة سداسية وحلقة خماسية وكذا هم عبارة عن أربع حلقات من لازقات مع بعض شوف الشكل هون أربع حلقات واحدة سنتين ثلاثة أربعة ABCD ABC اللي هم أول ثلاث حلقات خذوا لثلاث حلقات سداسية يا أستاذي الغالي وآخر حلقة عندي إياها يا أستاذي هاي الحلقة بسميها حلقة خماسية ديل يا غالي ديل شايفين الحلقة الخماسية فيها مجموعة كيميائية ركز لي إنه المجموعة الكيميائية مع أي حلقة مرتبطة مع الحلقة الرابعة اللي هي الحلقة الخماسية هاي السداسية سداسية سداسية خماسية كيف دعف السداسية ست زوايا واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة أما هون واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة اللي أنا أبدأ حكي لك يا أن الحلقة الخماسية فيها مجموعة كيميائية هاي يا أستاذي العزيز بتميز الاستيرويد عن الاستيرويد يعني لو أدع جيب لك أنا أصفط لك كل استيرويدات اللي بالعالم كلياتهم رح نلاقيهم أربع حلقات ملتحمة ثلاث سداسية واحدة خماسية لكن شايفين حلقة الخماسية هاي مرتبط محل مجموعة كيميائية هاي المجموعة الكيميائية مختلفة من استيرويد استيرويد فهي اللي بدأت تتكون من أربع حلقات تدير بالك يمكن يخدعك بعدد الحلقات هما أربع حلقات وبدأك تعرف أنواحهم ثلاث من هاي حلقات هما ABC السوداسية والحلقة دي الأخيرة خماسية إضافة إلى مجموعة كيميائية هاي المجموعة ترتبط بالحلقة الرابعة الحلقة الرابعة يا أستاذي هاي هي الخماسية وهاي الحلقة يا غالي تختلف من استيرويد إلى آخر فمميزة من استيرويد للستيرويد وهنا يا أستاذ العزيز أنا عندي أمثلة على الاستيرويدات ومن خلاص حصتنا الغالية أول مثال عندي يال هو الكوليسترول والكوليسترول يا أستاذ العزيز إحنا كثير منعرف وهو يا غالي ترى هو جدا مهم جوى الجسم لكن مستوياته العالية عن الطبيعي بتأدي إلى أمراض زي التجلطات القلبية فالكوليسترول أوكي أنا بدي إياه كثير بحراتاجه بس إذا زدته عن الحد الطبيعي يعطيك العافية أوكي فحكينا يستطيع جسم الإنسان تصنيعه آه ركز ليش؟ لأنه مهم فتخيق لو أنه مش مهم جسمنا ما بصنعه وين بصنعه يا أستاذ العزيز في الكبد؟ أربطها زي الجلايكوجين الجلايكوجين كان موجود في الكبد والعضلات هون مميزة بس الكبد تمام؟ ويمكن الحصول عليه من مصادر غذائية بالله عليك ممكن يخدعك وقولك نباتية كثير مهمة هاي الكلمة مصادر غذائية حيوانية لو ظلتك توكل خس و بكدونس لبكرة الصبح ولا بتزيد عندك نسبة الكوليسترول بس لو أنك ظلتك توكل لحوم و جاج و شورمة و بروستد وإلى آخره هاي الأمور كلياته يا أستاذ العزيز بتزيد من نسبة الكوليسترول في الدم فالكوليسترول بأخذه من مصدر غذائي حيواني و ليس مصدر غذائي نباتي كثير مهمة طيب وهون يا أستاذ العزيز بديك تعرف معلومة برضو هاي دقيقة زيادة إنه يدخل في تركيب الغشاء البلازمي شفت الغشاء البلازمي درسنا أنا ويكو قبل شوي شايفين هذا الغشاء البلازمي تخيل إنه هون الغشاء البلازمي بلاقي أنا عندي كوليسترول فالكوليسترول أصلا طبيعيا لازم يكون موجود في الغشاء البلازمي تمام وحطت لك هون صورة عشان تفهمني أكثر شوف إنه يدخل في تركيب هايو طلع هايو يدخل في تركيب الأغشي البلازمي الحيواني هاي موجود في الغشاء البلازمي الحيواني مين هو الكوليسترول شوف أنت كيف عنده غشاء بلازمي هايو شوف كيف عندك هون كوليسترول كلسترول هاي اربع حلقات ثلاثة سداسية ووحدة خماسية ديل يا غالي ديل ان شاء الله صلتوا عن نبي جماعة اللهم صلى على سيدنا محمد اللي هاسا انا بدي احكيها جماعة كثير كثير مهم قلنا بالرغم من اهميته فانه مستوياته العالية يعني اكثر من طبيعي قد يكون لها صلة بامراض القلب والاوعية الدموية زي ما حكيت لكم المثال الثاني على الاستيرويدات اللي هو يا استاذ العزيز هرمونات استيرويدي وقلت لك اياها في المهام انه من مهام اللي بدات يدخل في تركيب او في الهرمونات الاستيرويدية مثال عليها يا استاذ العزيز الالدوستيرون حكيت لكم اذا ما تذكرين بالدو للاستيرون من اللي بالدو للاستيرون هذا هرمون يا استاذ العزيز موجود يا استاذي في الكيلة تحديدا عند الوحدة الامبوبية الكلوية كانت اللي هي اسمها النفرون هاي استاذي لتدرسها انت بشكل احمق بتجامعه مش مطلبة في مادتي بقدر احكي لكم يا غوالي خلصنا انا وياكم حصة اسطورية الحصة الاولى من المكثب بعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة